تشير الدراسات أن تصل تكلفة علاج مريض السكري إلى 3 أضعاف في حال تطور المرض وحدود مضاعفاته من هنا تأتي تنطلق فعاليات ونشاطات الجمعية الأردنية للعناية بالسكري سيكون معنا دكتور نديم جراح والذي هو استشاري الغدد الصم والسكري دكتور نديم جراح حضرتك رئيس اللجنة العلمية والتثقيفية في الجمعية الأردنية للعناية بالسكري صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بكم أتحدث أنا وحضرتك على الموضوع على دور الجمعية واضح كثير أنه لكم نشاطات كثير كبيرة فنحنا بدنا من خلال هذا اللقاء نعرف الناس بنشاطات الجمعية كيف بيقدروا يستفيدوا من الفعاليات والنشاطات اللي بتعملها الجمعية للتوعية لمرض السكري وهذا جاي انطلاقا من اللي عم نحكيه أنه قدية بتزيد تكلفة علاج مريض السكري نعم بداية شكرا جزيلا لهذه الاستضافة وبشكركم على تخصيص فترة جيدة للحديث عن مرض السكري السبب أنه مرض السكري أصبح يشتاح كافة المجتمعات بما فيها مجتمعنا العزيز والمقصود هنا النوع الثاني من مرض السكري الأرقام التي وصلت إليها معدلات السكري في مجتمعنا لم يسبق لها في التاريخ إنها وصلت ولا نتوقع تراجع سريع مشان هيك التطقيف الصحي مهم جدا للوصول إلى أفضل نتائج إحنا كجمعية الأردنية العناية بالسكري وهي عضو فاعل بالاتحاد الدولي للسكري لحالنا ما منقدر نساوي إش كثير بدنا المساعدة وخاصة من الوسائل الإعلام نحن الآن نعيش فترة اليوم العالمي للسكري اللي هو بصادف زي ما ذكر باللقاء السابق يوم 14-11 من كل عام فالجمعية تقيم احتفال وطني كبير كل عام اسمه الاحتفال الوطني باليوم العالمي للسكري في كل عام والحمد لله قادرين أنه نطلق مبادرات مهمة تطقيفية فالسنة أطلقنا على الأقل ثلاثة مبادرات أساسية في مبادرات أخرى صغيرة بس المبادرات الأساسية إذا بتحبي هلأ نحكي عنها نحكي عنها لأنها كتير مفيدة وبالفعل أنها هي كمان بتوصل للمدارس للإداريين والأمهات ولعامة الشعب كمان عم توصل فعشانك أنا حاب كتير نطلق لها لأنه بكل سهولة بقدر واحد يوصل لهذه المعلومات تمام تفضل بداية الموضوع وهو يعني التسلسل كتير حلو لو تتابعوا معي إحنا وصلتنا معلومات وعلمنا من مدرسين وأطفال وأولياء أمور أنه الطالب اللي هو طفل أو يافع اللي معه سكري في المدرسة عم بيواجه صعوبات عم بيواجه أحيانا بين قصير عن حسنية إن شاء الله طبعا عم بيواجه صعوبات لدرجة أنه بصير عنده بنسميها وصمة أو استيجمة أنه أنت معك سكري لا حبيبي خليك لا تلعب حصة الرياضة بتخافي هوبط السكر أنت معك سكري بتأخذ إنسولين لا بلاش ما تطلع على الرحلة طويلة يعني مدتها طويلة بتخاف أنه المدرس والمسؤول يعني أنا متفاهم لتفكيره أنه خافي أنه الطفل يصير معه مشكلة ومين بده يتحمل أو مين بيقدر يسعفه هنا الفكرة أو الركيزة لإطلاق هذه المبادرة اللي هي تثقيف السكري في المدارس وإعطاء الطفل أو الطالب اللي معه سكري حقوقه في المدرسة صح تمام وضروري جدا أنه ما يكون موصوم أنه معه سكري معه سكري صعوبات يعني كل إنسان معه مشكلة صحية بل بيس نظارة مثلا هل هي وصمة؟ لا عادة أن الخوف بيكون هالأمين مثلا بيكون معهم إبر الإنسولين يعني أجي بس تيك لن ندخل شوي بالتفاصيل هالأطفل المصاب بالسكري مثلا معاه بتكون بالمدرسة يعني عند طبيب المدرسة يعني كل قديش بده يحتاج إبر الإنسولين لتكون معه الأنسولين حسب دوامه في المدرسة هو هيحتاج جرعة صباحية في المنزل بالبيت قبل ما يطلع المدرسة بالضبط وبعدها لازم يفطر طبعا غير الأمهات معروفة لازم يأكل يروح مارسة في بعض الحالات تستدعي أنه يأخذ جرعة أثناء وجوده في المدرسة وهم قلائل الإشي الآخر الممكن يحتاجه في المدرسة سترندا أنه يحتاجه أن يفحص سكر فعالأغلب بد يكون معه جهاز أو إذا المدرسة فيها وسائل يعني متقدمة بيكون عند الممرضة أو القسم الصحي بيكون فيه جهاز مثلا يعني التعامل مع الطفل أو الطالب اللي معه سكري هو ليس شيء معقد هدفنا إحنا سترندا أنه نوصل للمدارس المدرسين الإداريين المشرفين الاجتماعيين وإذا فيه تمريض بدنا نقعد معهم على شكل حلقات متسلسلة بنحكي لهم عن المرض بنحكي لهم عن الأتيتود أو كيف بدوا يتعامل مع الطفل اللي معه سكري وبالأخير البراكتس إنه كيف يتصرف كيف يتصرف إذا المعرفة تصرف وإجراءات أوكي ألا هاي الحملة مش هتكون سهلة طبعا أكيد قاعدين بنحاول نجمع المتطوعين اللي حيشتركوا معنا وأقدم لهم كل الشكر من خلالكم وإن شاء الله بنحاول نتعاون مع مؤسسة مدرستي اللي هي تسهلنا الطريق وإنه كيف نوصل للمدارس مشان هيك ستراندام اليوم العالمي الوطني السنة سويناه تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم عشان هيك أنا بدي أقول شو كان العلاقة فعلا من حديثي مع حضرتك عرفت إنه أنتوا مخدين التوجه للمدارس وللأهم أمهات وبها الفئلة هذول الأطماء يعني خطواتنا انتبهت إنها مدروسة إنه كيف نصل إلى الهدف تبعنا إن شاء الله عزيز والمشروع الثاني اللي هو تسقيف الأمهات أمهات الأطفال والمشروع الثالث اللي هو يعني هلأ كمان كتير مهم اللي هو راح يكون الخيمة التثقيفية راح تعملوها أدة محلات وبحب أقول لي عم بسمعونا إذا كنتوا في منطقة الزرقاء ففي 24-11 في خيمة تثقيفية عن مرض السكري راح تكون بمنطقة الزرقاء الجديدة وزي ما عم بيقولنا الدكتور نديم الجراح إنه راح ينزل في الجريدة طبعا التاريخ والمحل والزمن لحتى تستفيدوا منها الخيمة التثقيفية أعطي نبدأ على الخيمة تفضل طبعا الخيمة ستراندة عبارة عن محطة كبيرة هي خيمة باللفظ يعني داخلها في عدة مواقع أو محطات نسميهم على الشخص أو المواطن أو المراجعة سوى معه سكري أو ما معه سكر نحن بندعو الجميع للحضور بس يدخل إذا داء أساوى جولي على كافة المحطات سوف يعني نح يأخذ تثقيف عام وشبه شامل على المرض السكري فمن المحطات قياس الوزن والطولة وكتلة الجسم في محطة لفحص السكر المجاني في محطة لقياس من خلال الأصبع لفحص اسم التراكمي أكيد المواطنين بعرف عنه اللي هو معدل السكر في الدم في محطة لفحص الأقدام السكرية عشان هذا موضوع في غاية الأهمية وفي محطة تغذية سيكون معنا خبراء وعفكرة كل المشاركين بالمحطات هم متخصصون يعني احنا عم سؤليتنا جايبين هم متخصصون وعلى درايب التثقيف وفي محطة لأطباء أخصائيين سيشاركونا يقعدوا أي مريض عنده سؤال استفسار يقعد مع المريض مع الطبيب على جنب أو إذا رقينا مشكلة عامة من نجمة عشر أشخاص بنحطه مع طبيب يدردش معهم عن المشكلة هاي مثلا وفي محطة للأطفال ومحطة ترفيهية اجتماعية للأطفال والأهل وهاي الخيمة رح تتكرر طبعا بالألفين والتلاتاش بعدة محافظات إن شاء الله وإحنا بكل فخر الجمعية الأردنية عنها بالسكري أقمنا عدة خيمات في عدة محافظات في الجنوب والشمال والوسط وكانت بشهالة الجميع ناجحة أنا أدعوكم للحضور إن شاء الله أكيد نحن نحب رؤيا نكون موجودين بهاي لأنه هذا دورنا كجهة إعلامية لنثقف لأنه هي بتصفي يعني كل شيء بالأردن موصولة ببعضه بدك تقلل ميزانية وزارة الصحة بدك تخفف عبئة عن الدولة بدك تزيد الوعي ونحن بكوننا أكيد لنا دور بها دور الإعلامي أساسي في تطقيف السكري هلأ دكتور يعني الخطورة من مضاعفات المراض زي ما هلأتفضل دكتور الزاهري حكي عنها خلينا نيجي للأطفال يعني الأطفال ليه بيصيبهم سكري نحن كمان شوي رح يكون معنا طفل فارس درويش هو طفل أصيب بالسكري من عمر أربع سنوات رغم أنه ما فيش تاريخ للسكري بالعيرة هلأ خلينا نحكي كيف بيصيبهم هذا السكري نعم السكري بشكل عام يقسم النوعين النوع الأول أو سكر الأطفال هناك سكري الحمل وهو مهم في مجتمعنا لأنه ليس لن يتحققه في التشخيص السيدات الأردنيات الحوامل يجب أن يتنفح السكرهم أثناء الحمل بشكل دوري وإذا الطبيب لا تذكر هذه دعوة برضو أنه السيد الحامل تذكر طبيبا من يفحص السكر وفيه نوع رابع اللي هو النوع الثانوي مش هو حديثنا الآن النوع الأول اللي كان يسمى قديما السكري الأطفال العامل الوراثي سيد تراندا يلعب دور إلى حد ما ليس دور أساسي الطفل بيكون جينيا مهيئ إذا تعرض لسبب هلأ بحكي عنه شوه بيظهر مع السكر السبب المتفق عليه علميا اللي هو السبب البيئي أنه فيروس معين يدخل على الجسم يؤدي ذلك إلى اضطراب بجهاز المناعة فجهاز المناعة داخل جسم الطفل يطلق مواد اسم الأجسام المضادة تذهب هذه الأجسام المضادة إلى خلايا بيتا في هذا الطفل المهيئ وتؤثر عليها وتحبط عملها لدرجة معينة بعدها بيظهر السكر بشكل حاد فبصير الطفل وأهله بدهم يتعايش ومع حالة ممكن ما كانوا في الوارد يعني ما كانش بالوارد هلأ لما تقول مهيئ جينيا يعني مش وراثي العنصر الوراثي بلعب دور بس العنصر البيئي أكبر نعم ليش نقول بلعب دور عشان مقارنة بالعنصر الوراثي بالنوع الثاني هو يلعب دور أكبر هو يلعب دور أكبر هذي الغريبة السكري الناس اللي يصيبهم سكري على كبر مثلا العامل الوراثي بلعب دور أكبر يعني مثلا لازم ننتبه إذا أهلنا صابهم على كبر سكري ما نتوحنا لازم ندير بالنا تمام هذه نقطة في غاية الأهمية لما يراجعني شخص أو مريض على العيادة والوالدين عندهم سكري ليلو عندهم سمنة وسطية كبيرة عندهم اضطراب بالدهن ووزنه أعلى من المطلوب انتهى يعني هذا الشخص يعني مهيئ هذا باكيج كله على بعض ونسير معه سكري فهذا الشخص من البداية مش هيستنى تيسير معه السكر يجب أن يعمل على منع أو تأخير حدوث السكر هنا يأتي دور أنماط الحياة الصحية اللي ذكرت بالمقابلة السابقة واللي يأتي يجب أن نتكلم عنها بكل مقابلة لا يجب أن نتكلم عن المقابلة السابقة لا يجب أن نتكلم عن المقابلة السابقة ليس معقول يعني نمط حياتنا كيف صار غير صحية اللي هنا حركتنا قليلة الأكل نوعيته مش صحية مع الأسف وكميته كبيرة أنا مظبوط بلاقي فيه فيئة عمرية يعني اللي بيقضوا الشباب كتير وقت برة البيت بتلاقيه كتير بيأكلوا سندويشات بيأكلوا الأكل اللي من برة واللي هو دهين كتير وكذا بس هنا لفت نظري دكتور عم بتقول للسمنة الوسطية يعني الكرش نعم يعني اللي احنا عنا يا كتير في ناس بيعتبروه يعني منظر جيد هلأ ليه ليه السمنة الوسطية بتأدي للسكري تمام نقطة مهمة جدا السمنة الوسطية هذا ليس حديث عام هذا حديث مبني على دراسات علمية محكمة ولما نقول محكمة يعني تم إجراءها حسب الأصول العلمية السمنة الوسطية ستراندا تعكس قديش فيه دهن جوة تجويف البطني اللي مفروض الإنسان خلق ما يكون عنده دهن كثير جوة البطن لما نحكي جوة تجويف البطني يعني هل هو بين المصارين ولا بعد المصارين بين المصارين فوق الكبد حوالين البنكرياس هي سمنة حشوية بنسميها أوكي على الدراسات المحكمة وجدنا أنه كل ما زاد المحيط الخسر كل ما يعني أنه في دهن سيء جوة تجويف البطن هذا الدهن يخلق حالة اسمها مقاومة الإنسلين أوكي يعني الإنسلين يبطل يقدر يشتغل كما ينبغي فبالمراحل الأولى البنكرياس يتحسس هذا الوضع بيصير يضخ إنسلين أكثر إلى فترة ما بعدين البنكرياس ينهك ما بيقدر يكمل الإنسلين يبدأ شوي ينزل أول ما ينزل الإنسلين عن درجة معينة السكر فورا يرتفع فعامل السمنة الوسطية أو الحشوية اللي هي يعبر عنها محيط الخسر أو الكرش زي ما حكينا هلأ هي عامل خطر أساسي لحدوث السكري يعني لازم يعملوا هذول الناس يخففوا يعني يعملوا حمية غذائية أو لازم يفحصوا تمام هو الأفضل ستراندا أنه ما يصير معهم سمنة وسطية طبعا على الوقاية على عشان لما تحدث وتصل لأرقام كبيرة يعني التخلص منها بصراحة مش سهل هو مش مستحيل ولكن مش بها السهولة يعني ضروري يعني بصير زي كأنه عماله صار يرنجرس الخطر نعم يجب أن يبادروا على متأة فحص السكر الدوري لإله حتى لو الشخص مش كتير ناصح يعني فيه أشخاص هو مش كتير ناصح بس عنده كأسهم نواصل نعم هذا عمل خطورة لإله قدي يعني الواحد صار لازم ينتبه بالفعل يعني هلأ عم بعرف أنا من الضيوف اللي عم نستضيفهم إنه قدي مهم الواحد يعرف أكتر لأنه في كتير معلومات نحنا ما بنعرفها يعني فأديش مهم الواحد يتعرف عليها طيب هلأ دكتور حكينا على السكر اللي هي النمط الثاني شو الأشياء اللي بتساعد فيه هلأ أوكي فيه استعداد وراثي قلنا السمنة الزايدة نمط الحياة البطيئ كتير مرات الزعل بقولوا بعمل سكري فلان مثلا إيجاء سكري على زعل هل العامل النفسي أدي دوره كبير يعني فيه العامل النفسي يلعب دور بس مش لهذا يعني احنا في العيادات هاي زملائي هلا بسمعوني بجوز يعني نسأل المريض اه يا خالتي ام تبع صار معك السكر بيقول لي يا بسني والله عن زعل كل عن زعل أوكي علميا قلينا أجاوبكم أكان حزن لا سمح الله أو فرح فرح أو فرح سعادة أثناء الانفعال بيصير تغير هرموني داخل الجسم الغدد بتطلع هرمونات انفعالية مثل الكورتزول مثل الأدرينالين وغيرها هذه الهرمونات تعاكس عمل الإنسلين اللي موجود بالجسم على الإنسان معه تهيؤ للسكري معه خلفية وراثية الواردين معهم سكري مثلا وفعلا عايش تحت ضغط نفسي وأنفعالي متواصل على الأغلب هذا الوضع يؤدي إلى إظهار هذا السكر الكامل أما مش أنه مجرد واحد زائل مرة بيصير معه سكر هي عملية متواصلة أدت عمليات يعني عملية متواصلة ومتراكمة مع الأشياء الثانية اللي بتكون موجودة صحيح هلأ يعني أكتر شي لازم المريض السكري اللي عنده هلأ سكرية أكتر شي إرائب شو تمام عشان ما يتطور نحن نحكي أنه بتتضاع بتتلات أضعاف وتصير التكلفة والأمراض والمضاعفات كثيرة شو ينتبه أكتر شي تمام ممتاز بداية اللقاء سيد تراندا كان الجملة اللي ذكرتها في غاية الأهمية وهاي موجهة للمريض لأهله للمسؤولين الصحيين للتأمين الصحي عشان كلهم معنيين بالشغل يعني نحن السكري للجميع بقول أنه ليس فقط ارتفاع السكر في الدم هي حالة استقلابية شاملة تشمل العديد من الاضطرابات من أهمها اضطراب الدهن ارتفاع الضغط التهيئة لحدوث الجلطات وغيرها بس هدول الأساسيات فالمريض والطبيب المعالج يجب أنه مش فقط يلهث وراء مجرد تنزيل رقم السكر يجب أنه يكون مهتمين ومنتبهين للعوامل الصحية الخطيرة الأخرى يعني الطراب الدهن هو بالسكريين الكوليسترول يعني نعم الكوليسترول بالتحديد يكون عندهم هبوط واضح بالكوليسترول الجيد الذي يحمي القلب هو عنصر أساسي لمريض السكري أنه لا سمح الله يصير معه جلطات في القلب مثلا فهذا جزء يعني بعض الأحيان ينسى يصير التركيز فقط على السكري الضغط هذه برضو رسالة من خلالكم أنه مقييس الضغط للسكريين علميا وهذا متفق عليه سواء بكافة البعث السكريين العالمية العالمية أنه له مقييس خاصة يعني مريض السكري يجب أن لا يرتفع ضغطه عن 130 على 80 مليمتر كلاهما فإذا مرة مرتين لقى ضغطه 140 على 90 هذا الشخص يعتبر معه ضغط ويعتبر خطير ارتفاعه عندما يجي المريض يقول له ضغطك 190 أنت معك ضغط ويجب أن تعالج ويجب أن يكون 140 سنة يعتبر الرقم ليس عالي لكن هذا الرقم لا يعتبر عالي جدا ويجب علاجه التثقيف 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 هل الخوخ خلي فيه سكر أكتر من بقية الفاكهات كمبدأ الفاكهة فيها سكر اسمه فاكتوز يعني خلقت الفاكهة فيها سكر كمبدأ علمي السكريين ينصح أنهم يتناولوا الفاكهة عشان فيها فيتامينات فيها مواد ضد التأكسود وفيها مواد مهمة بتفيدهم فمريض السكري لا يعني أنه ما يأكل فاكهة ولكن يجب أنه يستشير طبيبه أو أخصائيات التغذية اللي مفروض يكون لهم دور مهم أنه شو يأكل وقديش يأكل بس كمبدأ السكريين ليسوا ممنوعين من الفاكهة سؤال تاني إيجا هلأ بيقولك أنه كثير فيه ناس عم بيأخذوا منظم السكري لحتى يخسروا الوزن فيه خطورة الواحد يدل يأخذ أدوية منظمات السكري المنظم السكري سيد ترندا صار له في الخدمة ستين سنة على فكرة أول ناس وفي نوع واحد اسم واحد ولا عدة أسامي لا عدة أسماع بس الإسم العلمي معروف هذا اسم علمي مش تجاري يعني أول ناس جهزوا واستخدموا الفرنسيين بعد استخدامه بفترة عشر ستين عشرين سنة وجدنا بالملاحظة أنه البعض اللي بيستخدموه بنزل وزنهم فقط أوكي ألا هو علميا أنا كطبيب أكاديمي بقول أنه ليس علاج لعلاج السمنة مش علاج لا فيه بنسبة جيدة من اللي بيأخدوه من السكريين بيساعد أنه شهيتهم تخف شوي وينزل شوي من وزنهم أما أنه نيجي نكتبه كدوى لعلاج السمنة كمرض لا بس بالحالات اللي عندهم سمنة وسطية وبنلاقي عندهم بمعادلات خاصة أنه مقاومة الإنسولي عندهم عالية جدا هدول بننصحهم منهم يأخدوه بس ما بيأثر للشخص العادي أنه يأخده يعني لفترة طويلة هو علاج آمن بشكل عام بس كمبدأ علمي من خلال يعني البث أو التطييف العام للجمهور يجب أن يكون من خلال طبيب معالج أكيد 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 بسير نوعية شخص يأخدوه طيب هلأ سؤال دكتور في من المبادرات اللي أطلقتوهم باليوم الاحتفالي باليوم العالمي للسكري اللي هي كانت رح تعملوا كمان قلنا في الخيمات اللي رح تكون رح ينعرف عين عرض عنها بالجرائد رح نحكي في عندكم مبادرات مع المدرس وفي تثقيف الأمهات هلأ كيف الناس يعرفوا عن هدول الورشات التثقيفية وين رح تكون تمام اللي هاي نشاط الثالث فكرته أنه الطفل اللي معه سكري مش رح يقدر يدير باله على حاله بشكل شامل طبعا فمين حي يدير باله عليه اللي هو أمه فرح نساوي دورات تثقيفية لأمهات السكريين أنه يعرفوا شهو السكري شهو الإنسولين طرق استخدامه ومضاعفات السكري الحادة على رأسها هبوط السكري عشان الطفل مش حيقدر ينقذ حاله لما يبلش يهبوط معه السكري برضو احنا في طور انه نجمع المتطوعين اللي حيشاركوا معنا حيوعنعنا بالصحف ومن خلال في عنا اشي في الجمعية اسمونادي أطفال السكري دائما بنشجع الأطفال اللي بصير معهم سكري انه يسجلوا أسميهم معنا وأرقام هواتفهم فرح نتواصل معهم إن شاء الله كتير مني وإن شاء الله زي المعنى عادة جاية من الأمهات سيكون على شكل دورة متكررة يعني كتير مني قدي الهاتف كيف تكم كيف بدهم يتواصلوا مع الجمعية الأردنية للعناية بالسكري تقدر تستفيد من هذه المعلومات إن شاء الله نحن بنشجع الجميع أن يتواصلوا معنا طيب وإحنا هلأ دكتور أنت أكيد بتشجع الناس اللي شاكك يكون عنده سكري شو بتعطيهم نصيحة يعني اللي شاكك عنده سكري بداية أنا أنا وزملائي بنعتبر أنه أي إنسان في مجتمعنا هو مهدد بالسكري لأنه أرقامنا عم تطلع على العالي كتير تقريبا ربع المجتمع معه سكري أو تهيئ للسكر فأنا بنصح كل مواطن ومواطنة فوق 25 سنة أنه على أقل مرة في السنة يفحص سكر لماذا؟ عشان فيه سكر بدون أعراض كل يوم بنشوف بالعيادات أنه رايح يفحص لأشي ثاني ويتفاجأ أنه سكر 200 مثلا وهو ما معه أعراض فإذن الفحص الدوري السنوي صح اللي عنده أعراض عوامل خطورة زي السمنة السمنة الوسطية الوالدين اضطرابدهم الناس اللي معهم أمراض قلب حاد هذا يجب أن يتابع سكره بشكل دوري شكرا دكتور نديم الجراح استشاري الغدد الصم شكرا دكتور على المعلومات ومنتمنى لكم التوفيق بنشاطات التوعوية التي تعملها بالجمعية الأردنية للعناية بالسكري شكرا لكم أهلا وسهلا اشتركوا في القناة